أعود مرة أخرى إلى دكتور أحمد الصوفي رئيس بلدية رفح مرحبا دكتور هل تسمعني الآن؟ السلام عليكم وعليكم السلام كيف تبعت التصعيد الأخير؟ في هذه الأثناء وهذه الحرب المجنونة التي يشنها العدو الصهيوني على شعبنا وحرب الإبادة الجماعية وجريمة الحرب التي ترتكب بحق شعبنا نتقدم الآن إلى أمتنا العربية والإسلامية وإلى شعبنا الحبيب الشقيق في مصر بالتحية ونناشدهم أن يكونوا معنا في هذه المحنة ونناشد الحكومة المصرية بأن تفتح معبر رفح لتقديم المساعدات لإنقاذ شعبنا من هذه الحرب المجنونة ولكن المساعدات لم تصل إلى قطاع غزة حتى هذه اللحظة؟ حتى هذه اللحظة لا كهرباء ولا مياه وهناك تهديد وقتل للأبرياء أوشكت جميع الخدمات على التوقف وخاصة المستشفيات نحن في قضم جريمة حرب وإبادة جماعية للشعب الفلسطيني نعم يعني بالنسبة لأعداد النازحين كم موصل الآن؟ أعداد النازحين في مدينة رفح شارف على المائة ألف وهذا الكم الهائل من السكان بعد عدة ساعات لن نجد لهم غذاء ولا ماء في هذه المنطقة مما ينظر بكارثة إنسانية كبيرة في القرن الواحد والعشرين نعم وبالنسبة للمستشفيات وبالنسبة لحالة الجرحة والقتل أولا أعداد الجرحة والضحايا وكذلك أيضا بالنسبة للمستشفيات كيف هو وضعها؟ وضع المستشفيات حرج جدا وتوشك على إيقاف خدماتها لعدم توفر الكهرباء والوقود اللازم لتشغيل المولدات وتشغيل غرف العمليات والعناية المركزة نحن في خطر شديد في هذه الأثناء إن العالم الظالم الذي يتشدق بحقوق الإنسان ويكيلوا بمكيالين لا ينظر إلينا كبشر ولكن نقول لهم إن باقونا على أرضنا لم نقحل منها وسنظل كشجر الزيتون على هذه الأرض سنظل صامدين واقفين إلى أن يكتب الله لنا النصر أو الشهادة وبالنسبة لأعداد الضحايا والمصابين كم وصلت الآن؟ الآن أعداد الشهداء تتزايد بالطراد ما تم إحصاوه حسب آخر إحصائية لوزارة الصحة 2300 شهيد وأكثر من 9000 جريح منهم إصابات خطيرة جدا تحتاج إلى عمليات وإلى عناية مركزة وأنا أوجه نداء إلى كل الإنسانية أن الحقونا أن توفير الحد الأدنى من الحماية وتوفير الحد الأدنى من الرعاية حسب القانون الدولي وحسب اتفاقيات جينيب وحسب اتفاقية حقوق الإنسان وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والعودة إلى أرضه وحقه كذلك بالدفاع عن مقدراته نعم وهل توصلت معكم أي من المنظمات الحقوقية منظمات حقوق الإنسان مثلا؟ لم يتواصل معنا أحد من أي هذه الجهات التي تدعي حقوق الإنسان وضحت الفكرة ولكن يعني لو تصف لي عن قرب يعني من موقعك الوضع الإنساني في رفح الآن الوضع الإنساني نحن الآن عشرة أيام لم تصل المياه إلى البيوت ويتنقل الناس بالجلونات الصغيرة لتعبئتها حتى يستطيعوا أن يشربوا وأن يقدموا لأبنائهم وأطفالهم نحن في رفح كان عدد المدينة 250 ألف الآن عدد المدينة يقارب على الأربعمائة ألف بسبب حالة النزوح جميع مراكز الإواء وجميع المدارس والساحات الكبيرة والمؤسفات مليئة بالنازحين من منطقة الشمال ولن نستطيع توفير كل ما يلزم لإواء هؤلاء الناس نناشد الإخوة والأشقاء في مصر العروبة ومصر الإسلام نناشد جيش مصر العظيم أن يقدم وأن يفتح معبر رفح لإدخال المعنات لإغاثة المنكوبين في هذه المنطقة نعم وكيف يسعى سكان رفح الآن إلى استعاب النازحين من الشمال نتقاسم لقمة العيش معا ولن نخضع ولن نركع وسيكون مصيرنا بإذن الله متعلقا بأمر الله وقدره إن شاء الله وبالنسبة يعني ما هي خططكم في الساعات القادمة الخطط في الساعات القادمة أن نقدم ما نستطيع تقديمه لأهلنا ومواطنين وتثبيتهم والسعي الحثيث مع جميع الجهات لفتح معبر رفح وإدخال المعنات نقول ونقل الجرحة إلى المستشفيات المصرية في شمال قيناء وإلى باقي المستشفيات نقول نحن في كارثة إنسانية كبيرة وإن لم يتدخل أولا إخواننا العرب وثانيا المجتمع الدولي لإنقاذ الشعب الفلسطيني فأنكم ستشهدون على جريمة العطر وكارثة إنسانية تحل بقطاع غزة ومجزرة كبيرة تسجل الآن وتبث مباشرة على الهواء نعم أشكرك من رفح دكتور أحمد أصوفي رئيس بلدية رفح شكرا جزيلا على هذه المعلومات شكرا جزيلا على المشاهدة شكرا